أكد سموه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نايب حاكم دبي نايب رئيس مجلس الوزراء وزيره المالية عن جهود المخفول له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد المكتوم طيب الله ثراه والتي استمرت على مداري تسعة واربعين عاما في العمل الاتحادي شكلت العصب الأساسي لبراء المؤسسات المالية الاتحادية وتوفير الاستقرار في السياسات المالية للدولة جاء ذلك خلال اللقاء سموه بفريق عمل وزارة المالية يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية السابق وذلك في أعقاب التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات حيث أكد سموه أن العمل الاتحادي فخر وشرف لكافة العاملين فيه مطالبا فريق العمل في وزارة المالية بمواصلة بذل الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيث قال سموه خلال زيارته لفريق الوزارة أولوية قيادتنا دائما ترسيخ اتحادنا وأنا فخور بأن يكون لي دور في العمل الاتحادي وهذا واجب أسأل الله أن يعينني عليه ينبغي علينا إكمال المهمة ومواصلة المسيرة والدخول للخمسين المقبلة من عمر الاتحاد بكل ثقة ومسؤولية وقد اطلع سموه خلال لقاءه بفريق عمل وزارة المالية على مجمل سير العمل فيها وأستمع إلى العاملين والموظفين ضمن مختلف التخصصات لشرح حول مهامهم وكذلك إلى عمل الوزارة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى التعاون الدولي لسيما فيما يتعلق بتعزيز الروابط المالية والاقتصادية والتجارية مع الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية والاستثمارية كما اطلع سموه على الهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في ضو استراتيجياتها القائمة على تطوير السياسات المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي ورفع كفاءة الميزانية الاتحادية